اشتركوا في القناة من مرجعيون الذي خاض الانتخابات النيابية على اللائحة المقابلة لحزب الله فأتيح له أن ينجح في مواجهة واحد من حلفائه التاريخيين ليثبت بعد ذلك وفي أكثر من محطة أن التنوع السياسي يفيد المقاومة ولا يضرها وأن خصم الداخل ليس بالضرورة عميلاً أو خائناً الطبيب الذي لم يحجب دخان المعركة رؤيته فانحاز من دون تردد لمهنته ووطنه وخلع بدلة السياسة ليرتدي الثوب الأبيض وليصبح الدليل الدامغ على أن الرغبة بالتغيير لا تعني بالضرورة تغيير الثوابت هذا الطبيب هو ضيفي في جلسة ومعه نغوص في التفاصيل حيث تكمن الإجابات وحيث تكمن الحكاية مساء الخير دكتور جادي مساء الخيرات مؤدمة جميلة جداً وبشكرك عليها مش لأنه عم تمدحي فيي لأنه تقتصر كل معنى ومفهوم السياسي اللي نحن فتنا فيه بتشكرك على هالمؤدمة لا هو شيء يعني فعلاً حضرتك من النماذج اللي هي مش مدح هي توصيف لهذا الإنسان الطبيب اللي فات على عالم السياسي المليء بالأمراض يعني للأسف هيدا هيدا هو الوضع بس الحلو أنه حضرتك جراح مش تجميلة يمكن كتير بس عم تقدر تجمل هذا الواقع السياسي المرير في البلد عم تقدر تكون صورة تنعطى بأنه لا السياسي ما لازم تكون هالقد قبيحة بالمعنى السياسي مفهوم السياسي اللي أنا صرت تعرفه استهلك كتير بالبنان واستخدم بمكامل غلط مفهومي أنا بالسياسي ليس فنون الإحتيال وإسقاط الآخر وخلق الأعداء أعتقد السياسي هو فن الممكن كي نحدث الأفضل وهذا الممكن يفترض عليك أن تكوني بالموقع الصح الموقع الصح أن تواجهي بالسياسي طبعا بالكلمة ما ترينه غلط وأن تؤيد من يتفوه بالصح أن تكوني معه بكل شفافية وتأيديه شعارنا كان بالسياسي بالانتخابات بس بدي ذكر كان خليك مطرحك بس فكر صح بتفيدنا أكتر يعني ما كان عندنا ولا أي وكنتقولون أنا مني حزب وما رح أكون حزب يمكن هذه صح أو غلط موضوع تاني مفهوم الأحزاب في لبنان بس نحن بالسيكولوجي طبعا بالبنان عندنا أنا منيجي لصنع عنده تحسس من شيء اسمه أحزاب لأنه ممارسة الأحزاب ما كانت كتير على مستوى طموحات الناس اللي بدون يعملوا فكر وطن إذا بدي أقول على الصعير الشخصي علماني أو شخ أو وطن مواطني يجمع كل اللبنانيين هذا موضوع تاني كان عندنا يمكن شوي تحسس من الأحزاب وإنما كان شعارنا إذا بتفكر صح ببيئتك بتفيدنا أكتر بكتير بمفهوم التغيير البدنية نحن بدنا تغيير ما بدنا ولا أي شيء لإننا والتي تفضلت فيه كتير حلو لما فتنا الانتخابات فتنا لنجعل مجتمعنا أفضل لذلك ما كان عندنا أعداء ولا يمكن أن يكون عندنا أعداء بالوطن كان عندنا تنافس وهي التنافس كان من يستطيع أن يقدم الأفضل إذا حسيتك أنت أنا عبيحكي عن حالي أنت منافستي تقدمين الأفضل سوف أكون أول الدعمين إليك وعبزقفلك هلأد نحن ما عم نعمل لحتى نعمل حالي لإلنا على حساب مش الآخر على حساب الوطن وعلى حساب الجيل اللي جاي اللي بنعطي نموذج ببناء الوطن اللي هو بد يكون مبني على وقائع على حقائق على رؤية مشتركة وطنية مشتركة بنكون كلنا فيها لذلك طبعا كانوا منافسيننا يعني اللائحة المقابلة وإنما هني كانوا أبناء وطننا ومعهم بنصنع وطن بس أتسعب عليك دكتور بوقتها يعني لقبل يمكن إذا بدنا نقول أسبوعين حتى من بدأ حرب غزة مش لأنه حضرتك بلش تتميز مواقفك يعني وتتظهر بشكل كبير بيحر بغزة لقبلة كنت عم تخون كنت عم تخون بأنك نائب السفرات للأسف يعني كان هيدا هو المشهد لحد ما كانه جتك هيدا إثبات أنه بهيدا الظرف بهيدا المكان كنت هون هلأ ما بعرف مين حمد الله يمكن خوننا من الجميع أنا كل واحد بيتهمني وكل واحد مرات بقول هيدا لإلي كمان نحنا كنا عم نقوله نحنا مع الكل ونحنا ببيئة كل شخص ونحنا بنكون مع كل شخص وبس نلاقي شي حلو بحيالله شخص بحيالله فكرة بحيالله بيئة بنكون معه نحنا هيك هلأ للأسف بالسياسي إذا أنت ما بوافقك بالرئيس بصير أنا غير مقبول أو بصير عدو نحنا مش هيك مشوف السياسي أو مفهومي أنا قلت لك أنا مفهومي بالسياسي سيدي كنت استصعبة أنه ابن الجنوب حضرتك اللي ما بيعرف لما رجعت على لبنان وقبل ما تغادر لبنان أساسا كنت مزارع بمعنى أنت من عائلة كانت الأرض دايما بتعني لكم لما رجعت هلقد متمسك بالأرض وبالزراع اللي بيزرع أرضه بقوله ما بيتركها شبكي تريك أنا بكل ترحالي أجمل ريحة بقيت عندي وأجمل اشتياق عندي هو ريحة أرضي واشتياقي لأرضي وحلمي كان يرع أزرع أرضي بيقولك أكتر من هيك لما نحكيت أولادي قلت له واجبكم تطلعوا وتتعلموا برا وتوصلوا لما بعد الأكوان كلها بس بك ترجعوا لهون وهو دي اللي زراعون بايكون بك تهتموا فيون هوا مش للباعة وبكتوعدوني بكتزرعوا أكتر منهم وأنا بتمنى بكرة بالأنا مشروع للأسف ما بصيرنا الوقت أنه كل تلميذ باللبنان كنت عم ناقشوا هيدا وبعنا عم ناقشوا بنا نقدموا ما بتنجحي بنهاية المدرسة إذا الشجرة اللي بتزرعيها بتموت ما بتعيش يعني كل شخص كل تلميذ باللبنان بمراحل تعليمه برو يزرع شجرة ويهتم فيها بكل تعليمه ونجاحه بيكون من نجاح هالشجرة هايدي واهتمامه بها الشجرة بس تنغرسي بالأرض مفهوم آخر بتصير هايدي الأرض انت جزء منها بس حدرتك تتركت البلد يعني حدرتك من الناس اللي هاجروا تعلموا في الخارج رجعت أساسا بالانتخابات 2016 جيت جيت أنا جيت بالفعل أني اخترتك يا وطني ما جيت أبدا بالصدفة على لبنان أنا جيت باختيار جيت باختيار لأنه ما فيك تكوني مش من مطرح مثل ما بتقول فيروز وعطولي بقول لو هايدي كلمة فيروز ورطتني بادوين هاي من مصرحيتي جبال جبال الصوان ما فيك تكون مش من مطرح بتقول أنا بسكو لما كنت قررت إرجع وإرجع إجي على بلدي وعمر واستمر كتع بقنع مارتي إنو بنيجي على لبنان بس بديقول قلت لها بس تقول لك مارتي مدامتي فرانسواز قلت لها فرانسواز أنا وإنتي مش من مطرح قلت لي شو يعني مش من مطرح قلت لها فيروز بتقول ما فيك تكون مش من مطرح بدي يكون عندي بلد وأرض وعيش فيها ووين ما كان بدي روح بها العالم بدي يكون عم فكر فيها وبدي إزرع عمر بالضيعة وبدي عمر عريشي قدام البيت وهاي كلمة إيلي بكرة بس موت يجوا الناس بيقلوا تحت العريشي بيأكلوا لقمة رحمة نحنا عنا بمجتمعنا وبحطوا إيلون على العريشي وعلى الحياة بقولوا ما العمر ما مات فأنا إذا باستمر بالحياة باستمر بضيعة يوم بأرضي ما في يكون مش من مطرح ما في يكون بلا لون بلا أرض بلا انتمع ما بيعرفوا اليوم يعني أكيد في ناس كما بتعرف حضرتك من النازحين يعني مهجرين أقلوا حضرتك من قبل الساقي من قبل الساقي يقضاء مجايون بمحافظة النبطية قدي صار لك مش طالعة ضيعة؟ يعني طبعا أول شي نحنا تهجرنا من زمين بالإحتلال الإسرائيلي وكنا مبعدين ولفترات طويلة وحلم العودة بقي عنا بقي عنا لوقت الانسحاب الإسرائيلي وبقي الحلم نرجع ونعمر ورجعنا وعمرنا الحمد لله مع احتدام الأزمة هلا بالأول يعني صارت الطلعاتي خفيفة شوي مع محذيرة هلا شبه مقطوعة تعرف شي عن الأرض عن الزرع اللي زيروا؟ أتنسم أتنسم روحهم صار شي عليكم؟ بيصير متل كل هالناس يعني بعتقد بعدما صار في مباشر حمد لله اللي كلهم بعدهم موجودين بخير هذا كل شي نقوله أكيد الحمد لله وإن شاء الله منضلنا بخير واللي بيروح من رجعوا واللي زرع أول مرة بيزرع تاني مرة وبعلمك الشجر وزراعة الشجر شغلة كتير حلوية أنك أن لا تنحني ما رأيت في كتير محطات يعني حضرتك وبقيت محافظ على هيدا الروح اللا تنحني حضرتك إن أسرت بمعطأ الخيام لأديش عندك فعلا ثقة بإنه منقدر ما ننحني لإنه اليوم نفس بالبلد للأسف في هيدا الأحباط إذا لم نقل بعض الاستسلام عند البعض سؤال حلو خليني نضيق علي بس دا صحيح الكلم نحن ننحني للصلاة فقط وإنما بالمواقف كالأشجار نموت وقوفا هي واحد بالنسبة لمجتمعنا واللي عم نشوفه ونوعا ما كان أنا باللي شاهدته بهالله خليني أعطي الإضاءة الجميلة بهالأزمة اللي شفناها أول شي بالجسم الطبي كل التحايا إلون وبس قولي جسم الطبي هني ممرضين وممرضات فنيين عاملين والأطباء والجراحين وكل أطب البنج وكل الجسم الطبي اللي هب هب وحدي وقلب واحد بالفعل شي بيكبر القلب وبعتقد الشعب اللبناني كمان هب بإسم كتير كبير منه هب وحدي وأن يكون شعب واحد وهنا بدي وزه رسالة بالإنسانية وبالسياسة لأنه أنا كمان بالسياسة نيب أكيد من يظننا أنه بانكسار فريق لبناني سوف يحقق انتصار لإله أو انتصار لوطننا أعتقد أنه مخطئ وقد أخطأ التصويب من يظننا أن الفترات قد تأتي بإضعاف فريق لحتى يحقق أحلامه بالسياسة هو لا يبني بلد ووطن هو يؤسس لحروب أخرى اللي بده يبني وطن بده يشوف أنه انتصاره بانتصار كل شخص بلبنان وكل فريق بلبنان وخاصة بهاللحظات الحرجة عم بحكي بالسياسة وما أظهره هذه الهجومات المتوحشة اللي عم تمارس على لبنان نحنا كنا قلنا بالسياسة بالأول أنه كان اعتقادنا بالسياسة أنه الخطط لضرب لبنان موجودة وهي غير مرتبطة بما قد تقوم به المقاومة من مؤازرة لغزة أو غير مؤازرة لغزة وأعتقد اللي وصلنا له قد أثبت كل شيء لنا أنه ما يجري هو غير مرتبط بأي مكان هذا التدمير للشعب اللبناني حتى أكثر أنا بالسياسة أقول أنه هذا ما جرى هو مرتبط بجزء تكون صراحين واقعيين بالسياسة لما قالته الدولة الإيرانية ومدى ارتباطها بالمقاومة بلبنان أنه قال إنكفاء الاستراتيجي يعني كان فيه توجه بك تسميه واقعية بالسياسة أو غير واقعية مش شغلة أنا وصفه بالإنكفاء الاستراتيجي يعني عدم تصعيد أعتقد هذا الهجوم بإسم كتير كبير صار منه هو رد على ما كان يبنى عليه بالإنكفاء الاستراتيجي يقولون أنه حتى لو فكرتم بإيقاف الحرب نحن حروبنا مكملين بس نرجع نأكد أنه من يقوم بهذا العمل يقوم عن سابق إصرار وتصميم وغير مرتبط أبدا بما قامت به المقاومة على الجنوب اللبنانية وكل الأحداث اللي صارت حضرتك تتمنى انتصار حزب الله؟ أنا ولا ممكن أن أكون بأي لحظة أتمنى لهن هزيني لو بدوا يرجع يخونك بالسياسي بالداخل يعني بعدين بالانتخابات لتمنى يروح صدام إحسين وكان وراء كان مش معه بالسياسي وكانوا مبررين أن يكون عندهم أحلام يمكن أن نحن كان عندنا أنا شخصيا بلحظة ملحظات كان عندي حلم بالديمقراطية القادمة أنا المغفل في ذلك الوقت ليه؟ طبعا كنا مغفلين هنا ما أجوا لحتى يشيروا صدام إحسين لحتى يعملوا ديمقراطية مثل ما أهمونا يجيبوا صدام إحسين يزرعوا داعش ويفتتوا العراق ويفتتوا سوريا ويفتتوا اليمن ويفتتوا ليبيا أبدا ما كان حيدا أنا أعترف أمام الله أعترفه أنه كنت مخطئ بتقديراتي نعم أنا كنت أظن كنت مؤيد لحلال الأمريكي للعراق ما كنت مؤيد أبدا ما كنت أنا بكيت لما أسقطوا صدام إحسين وبكيت لما أعدموا حسى جزء مني أعدم أنا عربي أنا أحمد العربية بنتي أنا أنتملوا كل هذا السقيع العربي ولا ممكن حدا ينهزم وأنا ينهزم إلا ما أكون أنا مهزوم معه شوالحكي هذا ما بدنا مين يفرض علينا لكننا نحن تقبلنا الواقع وقلنا أنه ربما قد تكون بداية لديمقراطية أوكي خسرنا ما خسرنا خسرنا حروب وفلتاكم بداية طلع أنه أول شي عام نتو أمريكا هو حلة الجيش العراق اللي يعرفني اللي ما كان متابع لهذه الفترة لا يعرف شو اللي صار من بعد إسقاط صدام حسين أول شغل يعملوا الاحتلال الأمريكي من بعد الكذب اللي أطلقوا هني اعترفوا فيه أنه كانت كلها زائف بزائف ولما نقال لهم صدام حسين أنا مستعد للتفاوض أنا ما عم بدافع عن سياسة صدام حسين اللي حتى ما يقولوا أنه أنا كنت مؤيد لإشتياج صدام حسين لا 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 هذا موضوع تاني مثلا بحكي باللي صار لا راحوا أسقطوا طب إلنا عال اللي عم نقول هلأ نأتي بديمقراطيات شفنا الديمقراطيات اللي عملوها أول شغلة اللي عملوها حلوا الجيش العراقي حلبي يفهم هاي شو يعني فرض عقد المجتمع العراقي فقد أي إمكانية لإعادة نهوض المجتمع العراقي ما فعلوها بسوريا بلشت ما بدي يكون بأي طرف مع الثورة أو مش الثورة والديمقراطية ومش ديمقراطية بس ما تبين أنه إطلاق عينين لوحش هني اخترعوا وهني بقولوا هني اخترعوا بيعترفوا فيه اسمه داعش هني اخترعوا داعش بالعراق اخترعوا داعش بسوريا اخترعوا داعش بفلسطين سموها إسرائيل نفس الوحش نفس أداة القتل اللي ما بدوا يفهمها بعد يفهمها هلأ حضرتك ما يجري ليس وليد سوفي خريش هاربرد بس تتذكر الناس مين اللي عم بيحكي هذا الكلام هذا عايش حياته فعليا كل نشأته إذا بدنا نقول من بعد المراهقة اللي هو النضوج الفكري بيصير بالولايات المتحدة الأمريكية صح؟ هلأ أجمل شيء أنك تعيش بها العالم بالحكس المجتمع الأمريكي مش كمجتمع كسياسات المجتمع الإنساني الأمريكي من أرقى المجتمعات والإنسان الأمريكي بإنسانيته من أرقى وما يصير هناك من رقية وإنما ما السياسة شيء ما يمارس علينا ربما السياسي الأمريكي بما كان آخر من المعمورة ربما أقول ربما يمكن كتير إنسانية وكتير متعاطفة مع الأنسية ربما ولكن ما يجري هون لحد هلأ نحنا مشروع سبايا ليس أكثر نحنا سلعة ليس أكثر يعني ما عنا وجود نحن للتجين ليس أكثر هذا ما يمارس علينا منذ عقود على الشعب العربي هذه حقيقة فلذلك أرجع للموضوع لكان نفكر إسقاط صدام حسين سوف يقوم بإسقاء بنشوء دولي ديمقراطية هو نفس الوهم أنه إذا سقطت المقاومة اليوم سوف نذهب إلى لبنان الجديد العصري أعتقد أن سقطت المقاومة اليوم دخلنا بحالة انتثار وهذا ليس الكلام موجه لإمدح بالمقاومة كما قلت قلت نحنا كنا مختلفين مع بالسياسي وكنا نخون وإنما نحنا قربنا على لبنان قبل ما يكون قربنا على حدا تاني شو كان شعور يعني مش بدي إليك ياه بس كيف شعورك بس فكرة حضرتك الآتي إلى لبنان 2016 بهيدا النفس يعني عارف أنك بهيدا الخط ما تزحزحت أفكارك ما راحت لبعيد ما تغيرت بالمعنى لما جو به الضغر بالتخوين لما ترشحت بوجه لائحة السنائة حلا للك شاغلي يعني قدي شو ستبطرت برر حالك قدام العالم كنا كنا ما كان علينا تكون الشواء ثراحين لا ما كان علينا الحملة الشعواء يمكن أنا أنا بقول ما كان علينا غبار يعني ما كان فيون يتهمونا مت ما بتتفضلي ما أنه كانت الأصوات اللي مش بشكل مباشر أي نسمعهم هاودي والحضر مننا بس نحن حطوا فريق تاني يحكوا علينا حطوا فريق تحالف معهم كان مفروض يكون معنا حطوا ضدنا سر يحكي علينا يعني جابوا واحد يقوس علينا بال بال يعني بال شو بسموها بالنيابي هلا هيدا موضوع تاني لا يعني من أصدق من أصدق من أصدق من أصدق من أصدق المباشر اللي كان شعارنا كان وحتى كنا بالانتخابات أنا كنا الشباب اللي معي كان دائما التوصيات رجاء عدم الانغماس بأي رد يجي اللي ولا رد أصلا ما عنا وقت ثانيا ما عنا إمكانيات هن جيوش إلكترونية وسياسية وآلمية نحن أصلا ما عنا كلها وعنا فكرنا وأكثر من هيك نحن نؤمن بما نفعله ولا نؤمن بما لا يفعله غيرنا أو يفعله غيرنا نحن نؤمن بالأفعال وهذا تربيت أولادي هذا بشكل عام داد عطول بحياتكم تبنى على أفعال وليس على ردات أفعال ردات أفعال بيخذوكم على أماكن كتير وبيستهلكوكم شو بدكم تعملو أملو قل كلماتك أو أمشي وأكثر 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 على الصعير الشخص الوجداني أنا دائماً مشغول كما يقول الشاعر الراحل محمود درويش بحب الذين يحبوني وليس من متسع لأكره الذين يكرهوني طيب بس دكتور قديش صعبة فعلاً يعني بينك وبين حالك أقله إنك لما جيت أكيد ما توقعت إنك تخون حلاً لكن بيكون بيكون واقعة كتير لحتى هذا يعني هذا الموضوع ما كان في تخوين كتير كان أنا كل موقف أنا خونت من الكل يعني أنا بطرح معي نحطوني بالجريد لصورة وصورة يارشارون سوا طيب شوف ما كنت أخوين كتير معنا مش أنك عبقلة طيب حلاً بردك إنه إي إنه إنت إذا إذا بتتطلع برأيي أنا لما طلعت على النيابي أنا قلت أنا جسر عبور كيف بيجي بحكي مع فريق معين إيه أكيد أنا جاي أحكي معهم عني لكل لم نزلت على ليحة السنينية ومين قال أنا لا أصنف الناس بلبنان ولن أصنف لم ولن أصنف يمين ويسار لم ولن أصنف إنعزالي ولا إنعزالي أنا أصنف هذا بكل فريق في ناس صح وبكل فريق في ناس مخطئين ليه ما نزلت علي حدث نائب وقتها ليه نزلت ما زالها لقدة خطك وأفكارك ونهجك بمعنى بهذا الخط ليش ما نزلت معهم ليش بد أنزل معهم أنا جيت ممثل شريحة السباة عشر تشرين بالسياسي كانت بمكان آخر كيف قررت تترشح حضرتك كنت جي من بره مظبوط كنت بدبي يمكن بها دي كل فترة ودغني في 2016 هلأ هالسؤال بانررى كمان بدو بدو حلقات هايدي بس بالمختصر حدا صفرات قالوا لك تترشح هلأ بيقولوا صفرات رشحوني بيقولوا فلان رشحني ويمكن بعد أن الحد هلأ بيقولوها أنه بروحوا بيجي بصفرات ما بعرفش بقولوا أصلا كيف قررت صدقني هاودي كلهم قررت بكل محبة ولو بكل صدق وبكل شفافية لا أمور كتير أنا إنسان غير محايد لما أشوف شي غلط وشوف البلد عبيحترق وأنا أتفرج هدا لا يمكن أنا أكون محايد أنا بطبعي وأنا اللي تركت الديني كله وجيت تقر على لبنان ورجع أولادي لبنانية بظرف كتير قياسي قليل رجعت أولادي لبنانيين لبنانيات أنا عندي بنتان أكثر من أية لبناني وعلقتم باللبنان أكثر من أية لبناني فأنا ما جيت لحتى أتفرج وكمان بالفلسفة مع الوقت بتصير إيمتك مش بما تتمتلكين إيمتك بما تعطين وتؤثرين وأكثر من هاك كان في حاتي وهيدي حقيقة حاتي مع بنتي على عقاب انفجار المرفأ لما كانت غضبيني كتير وكان أمورها بعد 16 سنة وكانت هي بالضاعة وبدأت تنزل وأنا ما خليتها وقلت لها داد أنت بعدك صغيري إذا بك تنزلي أنا بدي أنزل معك لأنك بعدك 16 سنة وأنا ما كاني بالمستشفى عم بقوم بعملي نون ستوب يعني أنا عشت هاي التجربة العشتها هلأ شبيهة إلهي وتجربة المرفأ وبنفس التأثير وبكيت نفس البكي كنت كل الليل عم بكي مع المرضى فقلت لها أنا ما فيه خليك تنزل عملك 16 سنة بدي كون معك وأنا تنزل معك بخزر موقعي بالمستشفى أو قلت لها كمان أنا بستحي داد إنه بنتي عمرة 16 سنة عم تنزل تظاهر لتعملي وطن وهيدي شغلتي أنا أعملك وطن مش أنت تعملي لوطن هاي الشغلة الكلمة الوحيدة اللي خليتها تهدى لأنه بنتي عندها نفس الانفوان بذكرهم كتير ودموع على خدها واتطلعت فيي هايك قالتلي تعد تلعب وقت تقدر تعمل وطن أقلها أخلي شرف المحاولة أقلها قد أكون مختبئة بكل مواقفي وهذا الخطأ أتحمل مسؤوليته أنا بس أنا جيت بفكرة معينة حسيت أنه من مسؤولية معينة لما كان للحياة في حضرة الأوطان لما يكون بلدك يحتضر بكل شيء وأنت عم تتفرجي وتحملي حقيبتك وتروحي ووطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر كمان فكل هاودي أنا مش من هالطبع هايك أنا هيدا طبعي وهيدا بس تذكرك كمان لما كان أعقاب الانهيار الاقتصادي باللبنان مع كورونا والأمور كتير صعبة قاعدين عم تعشب البيت وليدي تطلع فيه داد إنه لاش ما نترك لاش ما منسافر أنا قلت له أفرشت وصدري يعني لأنه أنا هاكلين همكون وكان فيه كتير يعني ما حدا هايك مش عارفين لونا راحين وقلت له أنا هاكلين همون مش عارف شو بدي أعمل فيه وقلت له داد قال قلت له إذا بكتروحوا لمطرح مباتكن البواب مفتوحة قدامكم فيك تروحوا ع دباي عندنا بيت دباي فيك تروحوا عامريكا بتقيشوا هونيك أنا معندي مشكلة بتعرفوني سابورتيف بس بدي لكم شغلي قال شو قلت له أنا مش تارك هالبلد أنا حرفيا بس دركته قبل مرة بالأول رحت متعلمت وبيت وأخذت قراري إرجع وقلت لهم حرفيا أنا باقي هون إذا هالبلد بيطلع أنا بيطلع معك وإذا هالبلد بينزل أنا نازل معك قالوا لي ما منتركك لوحدك فبس بترجع ضوي لما جيت أنا جيت عندي حلم أعمى الوطن بما أراه صح بما أراه مناسب لأولادي أولادي باعتقد أعطيتهم كل شيء أستطيع أن أعطيهم كأب بما استطعتوا له سبيلة وما أثرت معهم بشيء كنت حاسس مؤثر بعد ومعهم ومعهم بيشبهون أنه عملوا الوطن وخاصة أنا قررت جيبهم على لبنان ورجعهم بس ليش قررت ضغري تفوت نايم يعني ضغري فتت المعترك النية بمش أنه تدرجت بلدية حزب يمكن عملت تيار سياسي ضغري فتت مواجهة ليابي يعني رجعت ضغري بالأي جيت من مطرح أنا سميته الدكتور زهود من مطرح أنا اكتشفت يعني اكتشفت أنه أنا بعدين هذا لأنه بصير يتراكم الوعي من هلين بالتعاطي السياسي أنا ما كان عندي صراحة أنا كان عندي باعتقد الوعي المسئولية كانت متعاظمة عندي الشخصية اللي هي لتقبل الحياة لتقبل الصمت والصامت هو شيطان أخرس هذا هذي شخصيتي أنا بعمل قد تكون شخصيتي غلط قد تكون شخصيتي مبالغ فيها أنا أتحمل مسئوليتها بس هذي شخصيتي تعلقي بالوطن أنا خطرت الوطن وجربت وسفرت واكتشفت أنه أنا ما في يكون بلا وطن أو ما في يكون بلا اسم اكتشفت أنه بعد ريحة الأرض هو الشائق بالغربة حسيت حالك هيك بلا وطن لما كنت مخترب حسيت كنت وصلت أنا بلا وطن كنت حس بلا وطن كنت أنا عايش بس ما كان عندي حياة كنت عايش بس بلا روح صح صحيح يمكن مش كل الناس بحسوه وكنت عندي رفقات كانوا ما يحسوا هالشي وكانوا رفقاتي بيضوي أنا كل غيرتي الأصدقاء الحميمين يصيروا يعرفون وقت أنا وياههم كانوا يقولوا لي كلهم نفس العبارة أنت الياس بعدك على الآن بضيعتك أنت مش تارك ضيعتك كنت ما نقعد نحكي 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 ونحكيونا عن الضيعة كل الوقت كل حديثي عن حياتي عن ضيعتي عن أهلي عن أنا كنت طلع فيه يقول لي أنت على الآن هونيك يقولون إيه مظبوط أنا ما تخطيت يعني ومش على الآن على الآن وكأني مجبر كنت قالوا أنا مختار ظلني هونيك ما بدي يكون إلا هونيك فنرجع أنه إيه لما نجي جيت من مسؤولية بدي وطن وأنا جيبت أولادي تعملون وطن فأنا بدي أعطي كل جهدي وعملت بدي أعمل على الصعيد الشخصي بما استطعت مين نصحك تترشح نيابي حلو السؤال هو إشا كتير في ناس كتير ورطوني ببهن معنى هيده مين الفكر يعني مين الورطك مين أعطاك هالفكرة لك كان في مجموعة حوالي أصدقاء يعني استدرجوني عن نية طيبة طبعا وعن إحساس استدرجوني يمكن استاذ بيير مايا الدكتورة سامية بيير عطالله لعب دور تحضيري كتير زكي استاذ بيير يعني بشهر له في بطوري يعني جابني من محل هيك بال بس طبعا عن حس النية وكانوا من أصدق الناس ودغري دغري هيك لا أنا لعبه كانوا عبي يستدرجوني عاطفيا عبي يستدرجوني بالعاطف السياسية هنا كانوا بيعرفوني بيعرفون يمكن كانوا أرييني منيح وبيعرفون أن هذا الشخص ممكن يبقى موقع وهو بس كانوا شفوني أنه أنا بعني بالكونفورت زون طبعولي وبالدكتور زهود طبعولي بروح على بشتغل كتير بساعد كتير دور الإنساني طاغي كان يشوفوا الدور الإنساني عندي بس ما كان عندي الاهتمام بهالسياسي طرح علي قبل أربع سنين كمان أنه كون مرشح كنت رفضت الفكرة أنه أنا شو إليه بأول موسم هذا الترشيح أجوا الناس 17-20 أنه الياس بدنا إياك تترشح أنت قلت له جوابت له والمقولة أنه لكم ثلاث سنين بالشارع بعده ما عملته قياديين لكم جيين لعند واحد طبيب وفلاح تقول له عمال نايب أنه أنا على طبيب وفلاح هاللي بعرف وما بعرف شي تاني بتصيد بس بس كيف تكون إنساني هالأدو تتصيد كمان الصيد لا غلطانين كتير هلا أنتو بقصصين مع أولادي أنا بحب ضوية هلا نستغلي يمكن مش وقت الصيد هو أول مهني عاش من التاريخ أول ما جينا على لبنان إجو أولادي عم يبكو تنين قال داد قالوا لنا أنك تروح بتتصيد وبتأطل العصفير عبتأطل العصفير قلتنوا أعوذوا بالله أنا بقتل العصفير لا داد أنا عندي بروري بروح بمشي معون إجو التاني يوم بنفس المشهر نفس الفجر عب يبكو زعلانين مني قال داد مش بس بتأطل العصفير وبتكذب كمان هي حرفية لترى قلتنوا لا رحنا سألنا قالوا أنه بريو تصياد بروح معك شو عبتألنا أنت بتصياد طلع أنت صياد ومحترف يلطيف قلتنوا هايك تايك هوم ماسيج قعد بس قلتنوا كيف ربيت العائلة العائلة ربيت في مرأ وزالمي بيحطوا الولاد بالمغارة المرأ بتقعد بالمغارة بتهتم بالولاد والزالمي بروح بيجبلون أكل تيجبلون الأكل يتصياد فالصيد هو أول مهني نبيلي نظريت كيف معني هي حقيقة مش نظرية ما يتبلش فهون أنا أمارس الصيد بكل عراقته أول شي بتتصياد لأتيكلي لأنه هذا وصيد ولدي كان إلي وأنا كنت مارسها بالأول الممنوع بتتصياد بل ما تتاكل للطري قلتلون إيه هاي أكيد فبصير فعندك أداة بالصيد ماش للقتل هو للصيد وبعده غريزي مستمري عنه أنا بتصياد وبعطي الطبيعة من ناحية تاني يعني أنا كمان عامل مزارع طيور طيرة فلا بالعكس قد تكون يعني ما فينا ننكر غرائزنا ماكلنا منيكل لحم يعني أنا بطرح سؤال ماكلنا منيكل لحم عبياكل لحم عبيفكر منينا عبي يجي يعني ما بدي أهلا بناش نفوت هاي حكمة الطبيعة هاي حكمة بيقول حكمة ربنا هدا ما سمح من ربنا هاي حكمة طبيعة بس الاحترام لما تقومين به هو ليس قتل هو ليس ما يمارس من مهنة قتل ليس للمتعب بعده أنا غريزة الصيد وغريزة الطبيعة موجودة فيه كتير هو بالأرض بالزراعة الإنسان اللي بعده عنده هالغرائز وباحترامها وبنميها وبعلم علي احترامها أنا اللي بروحوا معي ممنوعي أوسوا أي طريدي إلا ما بيكلوها إذا بدي أدخل لما نحنو عليه اليوم أولا بتؤيد جبهة السند غزة يعني بـ 8 أكتوبر لما طلع أمينة عام حزب الله وأعلن بأنه الحزب سوف ينخرط في هذه المعركة تحت عنوين مساندة غزة قلت برافو أنا معكم ولا قلت لا أنا عبرت عن هالموقف وراح أرجع عبر القرارات بهايك أمور مش للمزيدة يعني ما حدا يجي هلا يزيد ويعطي مواف ما جرى بغزة أنا بيحكي عن حالي أنا وتخطأ الواقع الجغرافي وتخطأ الواقع العقائدي يعني أنا بالنسبة لليس جرادي بطل مرتبط أنه هذا فقط في معركة بفلسطين بطلت بس ضد أهل فلسطين بطلت أنه حماس العقائدية أو حزب الله العقائد أنا أخذت منحة هي ضد الإنسانيين أنا شفت حرب ضد الإنسانية وما زلت مصر وما زلت متأكد كانت عندي إياها نظرية صرت متأكد يعني في تحضير لعالم قادم وعشان هيك قلت خوفي من القادم خوفي من القادم لاس فقط علينا نحن هون خوفي من القادم على المعمورة كلها على الكرة الأرضية على الوطن اللي أنا حلمت فيه بدي أعطيه لأولادي على الكرة الأرضية اللي أنا حلمت فيه بدي أعطيها لأولادي وللي بيشبهون على المنظومة اللي أنا كنت أتفاخر بانضمامي إلى المنظومة العالمية الديمقراطية المبادئ الإنسان الإنسانية المساعدة اللي أنا شفت لبلانت الأخضر اللي أنا بدي ورثه للأجيال الجاي الإنسان الحر هل قد شايف حرب غزة لح تقضي على كل هذا؟ حتماً حرب غزة هي إحدى الحروب وهي إنعكاس لهذه المنظومة وليس هذه المنظومة إنعكاسة ما صارها بغزة يعني تعطيكي بعض المشاهدات مين كنا يتخيل منها؟ توضح شغلي صار في منظومة علاقات بين الدول وعلاقات إنسانية لأمم المتحدة الشرعة حقوق الإنسان الحمايات وا 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 عظيم جداً هاهم بنوا لما بيعرف خلي يعرف هاهم بنوا على أعقاب حربين عالميتين دمرتا أوروبا والكرة الأرضية ملايين البشر بس لحتى الناس يجعوا فيه لنحمي نفسنا نحن البشر وهذه القيم وضعوها أول شيء الأوروبيين تيحموا نفسه من حروب قادمة من متوحش آخر من سميه أدوف هتلر أنا هلأ بشك سرت أشكك بروية أدوف هتلر ما أعرف من كان الوحش بهذاك الوقت أنا هلأت صرت مشكك حتى الآن ما أراه الآن لا يمكن من وضع الشرعة حقوق الإنسان وهذه القيم وناضل كرميلة ونحن من جميع اللي نضلنا كرميلة بالإنسانية وليس بالجيغرافيا والعقيد أن يرى الإنسانية تنحر في غزة ويكون صامت ويكون مش بس صامت الصمت هو خطيئة مشجع داعم يا عمي بالإنسانية أنا لا أتخيل ما حدث بغزة لا أتخيل وحدث بالقرن الواحدة وعشرين اللي كنا نحن محسوبين تفضلتي من شوية لنا كنا نخوة كنا محسوبين من دعاة ديمقراطية تشبه الديمقراطية الغربية أنا من دعاة كنت أقول يا عمي السرعات معاش موجودة الديمقراطية والعلم هو من يصنع الفرق والبشرية صارت جلوبال فيلج صارت قرية واحرة ومن عيش وان ما كان أعتقد كنت مخطئ بالقرنة ما برهنت وحرب غزة ومن إبارة وظلت لمرحة فكرت أنه ممكن يصير في سلام مع هذا العدو الإسرائيلي لألك شغل إيه؟ هادي لم تنشر سؤلت سؤال ولم ينشر إنه؟ لما كان في خط 23 و 29 والدبات علي سألوني السؤال تعلم شو كان جوابي؟ قلت إذا هذا هو الثمن سوف ندفعه من شان هدني مستدامة إذا بنيش سلام فليكن كان بدك السلام كرميل وقف الحرب أنا هلا بعترف أنا هيدا كان جوابي عبقوله لم ينشر ما بعرف لش ما نشره أنا عبنشره أنا عبقلك أنا كيف كنت عبفكر إذا كان هو هذا الثمن الهدن المستدامة أو بدك تسميه السلام لمنطقتنا فليكن وشو بدك بال 29 إزبري يعمل لحروب منتنازل تنوصل لسلام أنا هاي كنت عبفكر كنت مخطئ أنا عبقلك كنت مخطئ ما شهدته لا أنا عبعترف أعتذر من النفس أنا كنت مخطئ إنه ما بينعمل سلام مع هذرا لأنه أنا كنت مفكر إنه بالفعل عم بيفكروا بسلام أنا كنت مفكر مش الإسرائيليين إسرائيليين بزمانهم ما فكروا بسلام أنا كنت مفكر إنه ما يجري هو برعاية منظومة عالمية تريد لهذه المنطقة إرساء حالة سلام واستخدارات إنه هذا اللي كنا عم ينحكى وهذا كنا عم ينحكى أنا قلت فليكن يعني يا أختي فليكن يعني فليكن هذا الثمن مع أن ندفع ثمان أكبر بكتير لتبين مش هيك شو تبين؟ لتبين إنه في مخطط لا مجموعة بشرية بدون يبدوها بدون يشلوها من هون والآتي أعظم هني بعملوا بيشتغلوا على مخطط أن يفنوا البشرية الأخرى يعني على المخطط الإسرائيلي كل ما كنا نتناقش نقول لي عن نظريات المؤامرة كنت أقول لهم أنا أقفوا لي هالنظريات المؤامرة هلأ صرت معها تعتبرها كنت أقول لهم هذه كانت من زمان بس خلص التغيير السياسي والديمقرافي بالكرة الأرضية أنا هكذا نجوابيت أنه تغير هذا بطل أنه أوكي كان سائد كان سائد بس هلأ معاش يقلوا مطرح لا طلع بعد هو ذاته يعني ما ينفذ هلأ ما نفذ بغزة وكان عبينفذوا هني كان عبقولوا هاي مخططاتنا هني الصور يطلعون نحنا مخططاتنا ومنتندم ليش ما نفذناها من الأول تركنا سبع أكتوبر تصير هالأد بدي أبقى أنا قلت لك فتع السياسي من مطرح كتير شفيف سيكون لو ما كنت هلأ حكيم ودكتور كنت راح تكون على جابها بهيدا النفس وهيدا النبهض أنا أنا إنسان كنت هتكون إلى صوء شاني بسوق المقاومة أنا شخصية الإنسانية ليس إذا الإنسانية هي المقاومة الأولى هي الإنسانية الإنسانية هي قد تكون موقف والمقاومة اللي هو الإعلام هذا المنظوم العالمي اللي جندي أمريكي شاف اللي شافه بغزة حرق حالهم أنا قلت دي ممكن كنت تكون أنا أرل بوشنيجر هو ذاته ما قدرت أتحمل يعني أنا شخصيا ما بدي حمل موقف انتبهي أنا معا بقول هلأ نرجع أنه الحزب كان المقاومة تدخل ما تدخل ما بدي حمل موقف الشخصي أنا الآخر أنا قلت الوقوف ثمتا بهذه اللحظة كان من الصعوبة للي بعد عنده يعطانق الإنسانية يعني أنا أنا متران القدس كنيسة القيامي أنا جنوب أفريقيا أنا إيرلندا أنا إسبانيا أنا كل هول تظاهروا هولي منهم مرتبطين لا بعقيدة ولا بجغرافيا ولا بمحور لعبوا بعقلاتنا إنه الإنسانية هي ارتباط بمحور محور المقاومة لا هو موقف وروح المقاومة مش اسمه محور المقاومة وهيدي لا تعرف تجزئة ولا تعرف مكان ولا زمان يعني كنت معا جبت يعني هون اعتبرت رح أقولك شاغلي ولحرجع أقولها نيرسون مندلا لأنا علمت أولادي وهي يعطولي إنه هو أيقونة البشرية في العصر الحديث أنا عندي أيقونة البشرية السيد المسيح في العصر القديم وأيقونة البشرية هو نيرسون مندلا نيرسون مندلا مورس عليه ما مورس علينا هلأ أو أكثر بكتير وانتصر بريد أقولك إن كان هناك بعض التراجع وكما يقال ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه من طلب الحق هلأ؟ كل من وقف مع قضية أهل فلسطين ولا يمكن يعني أنت إلا جانب حزب الله أنا مع جانب الحق حزب الله مش أنا مع جانب الحق أتقاطعت أنا وحزب الله حتما يمكن لو كنت أنا عندي قدرة أعمل أكتر يمكن كنت بعمل يمكن تفكر أدي فيه أعمل هذا موضوع تاني هذا نسميه hypothetical questions صرنا مطرح أنا بمكاني لا يمكن أن أرى اللي أراه وأكون صامت بكل ما استطاعت لا يمكن أن أرى اللي أراه ما يحدث لشعبي وأكون صامت لا يمكن أرى اللي أراه ما يحدث لشعبي وأنا لا أتمنى لكل شعبي ولكل مقومتي أن تنتصر اليوم أكيد شايف البلد وين حضرتك بشق الإنساني طبيب يعني عندك جانب سياسي أساسي لهو كنائب في البرلمان شايف البلد والانقسام وغيره 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 لو اليوم البعض عم بيقول أنه الدولة اللبنانية مش هي لأخذت هذا القرار قرار الحرب لو قدرة لكم كنواب الأمة أن تأخذوا قرار كنتوا بتقولوا لا للحرب ولا شو بري جود الحمد لله عبا سير ما عن وقت ننتقل شوية داخليا المشكلة هل حب نتأخذ دائما للمواقف بس في شي بنحكي أنا بيلك عبتقلي موقفي أنا بالمواجهة دائما بالسياسي لما نجت جريمة العصر أموال المدعين أنا متن ما بتعرفي بالمواجهة الأولى والفدائي الأول وبدون مهيوة وأنا اللي عملت الدعاوة عريال سلامي وأنا مطارد ومطارد المنظومي كله وكل من يقف وراه من يكن بدون مواربة أول دعوة فعليا هو حضرتك أول من رفع هذا الدعا وبدون مواربة ومن يظهر التحقيق من يكن من يجيب مع بتحيب مع حدا هيك أنا جيت تعمل فرق لما جينا بقصة النزوح السوري مع احترامنا هلأ شعبنا عبيعاني من النزوح لما نقلنا أنه هذا وضع غلط ويهدد الكين بدون مواربة وإذا بقلك الضغوطات ما مورس علي بهذا الموضوع حتى ما أدى مشوع ولا أثير أنا اللي أثرت الموضوع وصار موضوع ما بيحملوا جبل قلت لهم أنا ميجي لا حتى أعمل ديل ولا حتى استفيد ولا غير استفيد أنا يبيجي عندي فكرة وهون بدي أول أنا بس توضحها أنا جيت بفكرة بموقف بهدف إذا ما قدرت أعملهم ما بغير الهدف والموقف أنا أنسحب أنا مجيت أتلون في عنا من المتلونين الكثير الكثير ومن اللي عم بيساوموا كتير كتير واللي عم بيقاموا واللي عم بيتاجروا كتير ما بدهم تاجر آخر أنا جيت مؤمن بقضية إما أن أشهد لهذه القضية إن لم أستطع أنا أنسحب فليأتي شخص آخر فأنا مجيت تساوم هلا بتساوم بالتكتيك بالهجومات هذا صار موضوع سياسي بس أنا بكل المواقف اللي أخذتها من انفجار المرفع اللي باعتبرها هيدا لا قيم اللي بي إحقاق الحق فيها وكنت عبا بكي بانفجار شفت نفس حطيتهم عدي دميت أهلي عدي بنفس الموقف لا أموال المدعين لا النزوح السوري لا غزة للمقاوم باللبنان هوا كلهم لا حيات بموقفي فيهم إنسانيتي وطنيتي مسؤوليتي أولا 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 ما لا أستطيع أنا أنسحب لا مساومة فيهم طيب بس كمان حضرتك جيت من نبض 17-20 من قال 17-20 هي جي ضد هاو هل تساروخ خصومك هن نواب التغيير خصوم أنا ما عندي خصوم أنا ما عندي خصوم اللي بيشبهني يجي طيبين حليفك عندك خلافة في متصالح مع نفسي حتى الثمالة لا أحابي أحدا أحابي أحلامي أحابي أحلام بعدكن أنتو تكتل التغيير ما فيش أصلا هذا من زمان ولد يعني ولد بحالي ولد ميتا ما ولد أصلا كيف في محاولة ولادي يتيمة الأب والأبن والروح القرس ما اشتغل فيها مني فما أعطت نتيجة بس نرجع نقول لموضوع اللي عبتقلي مقاومة مقاومة الدولة هستخال لكن حطيت هيك بالقوة يعني بهذا المحاول ما بدي أقول رح بدي جايبك عجاب ورجع لتغري لحتى من روحه مظبوط أنا دعات وكنت وأبقى الدولة المقاومة المجتمع المقاومة وعبرت وما أتنكر لمعبرت ورح أرع بس مش وقته نحن إلا من يحمل مقاومة في مقاومتها هو الدولة القوية المركزية والمؤسسات مش الرياضة سلامة ومجموعته وليس غلمان القصر لأنا بسميه غلمان القصر إن كانوا بالإدارات أو كانوا بالإعلام والجواري في الإدارات والحكم والإعلام هاو المجموعة اللي عدتت حالفوا معاون ما بيبنوا لكم ما بيحمول لكم ظهركم اللي بيحمول لكم ظهروا والمؤسسات والدولة هي روح 17-20 روح المقاومة اللي بتبني وطن هي اللي بتحمي لكم ظهركم الدولة المقاومة والمؤسسات أو إلتة أكتر من المكان كيف بديئات الإسرائيل إذا أنا كل شبابي عم بيروحوا بدهم جواز سفر بس يعني بتيسافروا فقدوا إيمانهم بالوطن بدهم جنسي بس هيدا هيدا هلأ أنا قلته قبل هلأ الصمت المباح للغد كلام آخر بانتصارهم بإذن الله نحكي نحن وياهم بها الموضوع بدك يهم ينتصروا حتما منك من الناس النطرينهم على قارع الطريق إنه إنه استقويتوا علي لما كنتك أقوي لأنه حضرتك حالة نموذجية يعني أنا لست نموذج أنا ليس جرادة أنا يمكن مخطئ اللي مرأت في حضرتك بمثل ما تعرضت له مما يسمى بوقتها توجيه بالآخر قيادة بس بذت الوقت من بيئة يعني كانت عم تتطلع فيك خائن عميل أسفرات غيره تطلع تقولي اليوم بدي إياههم ينتصروا يعني هيدا هاو دي شعبي هاو دي مرآتي هاو دي دم هاو أحلامي عائلتي ما بدك يخسر حزب الله بتبطي بتبطي بتضل بنتي ما بخوفك إذا انتصر يستقوى عليك بعتقد بعتقد وأعتقد اعتقادي بما كانوا التجربة هاي دي علمتنا كلنا الانتماء إلى الوطن الذي يحمي احتضان اللبنانيين هلأ بهاللحظة وعشناك ببداية الحديث قلتلك ما يكون حدا عنده أي وهم أنه التفرد أو بانكسار هذا الفريق هادي المقاومة سوف يبني لبنان سوف يدمر لبنان هادي لحظة تاريخية بس ما بتخاف إذا انتصر حزب الله أنه هو يستقوى على العالم أعتقد هادي هادي التجربة بما تكفي بمشهد وتكفي ببسالتها وبسورطة الملحمية لتخليهم يعرفوا أن الوطن هو الملجأ كما هو ربي وإلهي هذا الملجأ هو وطننا لبنان وهذا شعبنا لبنان اللي عبيلتف اللي عبيعطين شو تقولون لحظب الله عم تتوجه كل الوقت للفريق التاني لأنه بعرف بدك العالم ترتقي إلى إنسانيته وليس إلى غرأزه هلأ وليس الوقت بس شو تقولون وقت اتضامن اللا حدود له أن نعطي نموذج للابنان اللي بده يبني بعد هالملحم اللي عبيتصير هلأ أن نحتضن جميع ابنائنا هلأ الاحتضان ومهما كانت النتائج اللي رح نجي عليها هو موضوع آخر الاحتضان هلأ بإذن الله منتصرون منكون نبني وطن سوا وإن كان في انكسار أن نبني جراحنا سوا ونرجع لوطن ملجأ واسمه المؤسسات والدولة اللبنانية ما جرى الآن بيقول أنه الدولة المقاومة هي ملجأ الجميع بتقره لحزب الله إلى اللقاء بعد الانتصار بإذن الله أو كلام آخر رح يكون بعتقد أنه أنا أعتقد أتقاري قد يكون مخطئ أعتقد المشهدية صارت واضحة سوف نلتقي إلى بناء وطن جميعا الفساد والاستغلال والسرقات واللي كانت ما حمت أبدا ظهر المقاومة اللي حمى ظهر المقاومة هو فقط الشرفاء الذين ينتمون إلى هذا الوطن وهو ذي بكتبني معهم وطن الفساد اللي كان واستغلال الناس اللي كان هو أضع في المقاومة هو عمل انشقاق بالبلد الدولة دولة فؤاد شهاب مش دولة رياس سلامي دولة فؤاد شهاب واتنانيتم ما وير ننتبه هي اللي بتبني هيك بنقله وأنا أكيد بيعرفوه أنا أكيد عارفين مثل ما نحن عارفين هاو اللي ماتوا ممكن تترشخ علي حتة سنائي خلين بس بريلك شالي ورح يجيو بك اللي ماتوا ماتوا تيبنوا وطن تيبنوا أحلام ما ماتوا بس لأنوا بريموتوا مش مظبوط أنوا هاو دع بيموتوا لأنوا بريموتوا هاو آمنوا بوطن وآمنوا بأحلام عويلون وجرحاهم هاو ددين ومسؤوليتنا هاو نحميهم نحميهم من سارق آخر في هذا المجتمع أن لا يكون سارق آخر يجع مش بس بس يسرق لهم أحلامهم بريجع يسرق لهم حياتهم هايدا كلنا بنكون سد منيع أن نكون سد منيع ما بنكون عم نقاتل بعض ما بنكون عم نتشفى ببعض ما بنكون عم نأسس لحروب أخرى لبنان بسياسات اللي أنا بعرفها والمقززي من حروب لحروب لفريق بريم ينتصر على فريق على فريق على فريق يمكن قد تكون لحظة هلأ مناسبة أن نخرج من هذه النمطية القاتلة إلى نمطية فؤاد الشاب إلى الوطن الرحب المحبة مني طباوي هالآن ما تفكرين عم بحكي بطباوي بسحنة نقوله بعد عم تحكي فعلا بهيدا النفس الصوفي من قال يا أم المسيح انتصر برسالته بأحبه بعضكم بعضا روما نضربك الآمر دهره لايس بغريب على السياسة وعلى المنطق هذا ليش هالآد عم نستغرب وليش هم نستغرب أنه السياسة هو فن القتل وفن سحق الآخر مش مزبوط نالسوم مندالا نالسوم مندالا الأيقونة البشرية لما ننتصر كانت الناس متصورة أنه بتصير جنوب أفريقيا ساحة دم كانت ساحة غفران واعتراف بالذنوب نعم من سوم مندالا ظهور إنساني ظاهرة إنسانية سوف تتكرر في وطننا نحن سوف ندفع إلى هذا المخلوق الآت المضيء لإسمه نالسوم مندالا بلبنان بحاجة لها النهج نغسل ذنوبنا هون بيغلطوك لأنه بيقلوا لك أنه حزب الله تورط بدماء سوريين في سوريا حزب الله أو بيئة هذا السنائي نزلوا كسروا العالم على الرنج نزلوا أزوا عالم جسديا بثورة كانت ثورة ضد الفساد وغيره يعني في حتى في البعض بيسترجع أحداث سبعة أيار هلأد هون ما فيه كمان آخر عم بيقلك ما أنا تواجعت هليني قول هاو بدون بدون كتير دايساكشن واناليزيس لحتى نحطون لحتى نقول شو همني نتصرحون يعني بكتشأفيون وتحليليون بالإعلام يقال كثير أنا تجربتي سنتين ونيف بهالتجربة السياسية رجعت عمل القراءة إعادة قراءة لكل شيء مفاهيمي اللي كنت أنا مستقيها كمواطن كنت من الإعلام الضغط الإعلامي اللي كنت لا أبرق أحن رجعا لحتى ما فكنا بعد مقدمة بس كنت بديقول بهذا المفهوم أنا لا أبرق ولا أدين عشان عشان بيقلك هيك بدأ إعادة قراءة هل هو كان بموقع الدفاع عن نفس لأنه كانت داعش وأخواتها كانوا جايين ويكبوهن بالبحر وكانوا شايفين ما عندهم ملايذ إلا الحرب الأخيرة والبحر طلقطه الأخيرة ع راية محمود درويش فكان ما عنده إلا يخذ الحرب أو هو كان مع نظام هذا خلي غيري بس أنا بقول لكل الأفريقاء اللبنانيين ما بدي أستخدم كلمة من منكم بلا خطيئة كلكم أخطأتوا كلكم كنتوا دواعش بوقت من الأوقات وكلكم 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 ما حدا يدعي العفي من يدعي العفي هو الشعب اللبناني أنا شفته بسبتعاش تشرين وليست كل سبتعاش تشرين كمان كمان سبتعاش تشرين تجربتي بعد سنتين ونص كمان بأماكن كتير كان عليها علامات استنتجت أنه كان عليها علامات استفهام ولكن هذا الشعب اللي نزلي طالب بوطن وبحرية هذا يمكن هذا هو الشعب الوحيد البريء كان فإذا منظلنا نحط حساباتنا أنت عملت وأنت عملت أنا عبقول هذه اللحظة كما عمل نيلسون منديلا أن نخرج إلى رحاب آخر وكل الرهانات على الآتي من خلف البحار ليصنع لنا حضارة هو سوف يصنع لنا صحراء وداعش أخرى وهي أبأكد لكم عليها الرهانات على من يأتي ليرسي نظام جديد هو داعش آخر واللي ما بده يقرأ بيكون هو عنده مشكلة سدونية هلأ أنه لملم وقت أنه لملم جراحنا أن نضمد الجراح أن نتشارك الدم والروح والبصر والبصيرة سوية وأن نبني وطن سوية وأعتقد هذه التجربة أعتقد لأنك أنت تتواجه دائما للمقاومة وحزب الله أعتقد سوف يكون بمنح آخر بعد هذه الحرب أعتقد ذلك ببدي أقول أتمنى تعتقد ولا تتمنى أتمنى حتما أتمنى أعتقد أو شبه يقين أنه هذا هو التواجه لذلك على الأطراف اللبنانيين على الأطراف اللبنانيين هلأ بدي أقول هلأ بيستخدم التشفي ولا ما بيشبهونا مثلا هلك شو بدي فيون هذا شي ساقط عبقلهم كلهم هذي لحظة تاريخية أن نعطي هذا الحضن بدافئ لهذا الشريك الذي يضحي بدمائه لما هو مقتنع بضحي بدمائه ويفتدي نفسه لهذا الوطن والإنسانية بغزة هذا هدف إنساني نبيل شو موقفنا نحن نستطيع أو نستطيع صار شيء آخر حدث ما حدث هيدا ليس بسموه Hypothetical Analysis and Hypothetical Question ما حدث قد حدث موقفه بمنتهى الفداء بمنتهى الإنسانية علينا ملاقيته علينا احتضانه أن نعيش أن نعطيه من درمائه ممكن تترشح مع الحزب بالانتخابات المقبلة؟ لما أسأل هالسؤال أول شي على عدة أصالين أنا قلت جاي على الانتخابات مرة وحدة بس تقلهم للجيل الجديد هكذا التغيير بيكون آه ما بتت بوقت تترشح فطلعوا من و لما فتت على الانتخابات فتت على الانتخابات أنك تحيسد بها المسؤولية أنه التغيير يجب أن يبدأ ولاش غيري أنه هي على اللبناني يلا نزالت أنزل وراك واللبناني قاعد على الشط عم بيتشمس بنهار وعم بيأرقل بالليل وشو عملتونا أنا هيك نضال لقية بقت وقفوها هيدا شو عملتونا لش مش لش مش أنا فلقاكن أنا وكتب قللون أنا فت على هيدا المضمار بالانتخابات بالترشح تقلكن طريق التغيير كيف بيكون قد لا أصل أو أصل بس على المالتين أنا بتنتهي مهمتي بالانتخابات هيك كنتقول هلقات كنت جيت تقلكن أنه نعم في مكان للترشح في مكان للتغيير والتغيير مسئولية فت بدي أنه أعطي النموذج وخاصة لجيل جديد لأنه أنا هلقا بترشح لبعد أربع سنين وثماني سنين إحملكن أنتو عكتافي رشحكن لأنتو تكونوا مسئولين عن وطنكن حاش قاعدين كلكم عبتسافروا وتروحوا أنا هيدا كان المش انتبولي فت فكرت وقفت طلع أنه لا زادت المسئوليات أكتر هلقا أين تكون المسئولية هل أترشح أو أترشح المسئولية أنا بالفعل اخترتني المسئولية مش أنا اخترتها قلتلك من شويك في كانت الانتخابات هل سوف تختار لمسئولية الوطنية أن أكون أو لا أكون واحد ما هي معركتنا القادمة يعني ممكن تترشح انتخابات هذا يعني أولا أنا وعدت أولادي مش راح أترشح وعدت ترشحت وقالولي داري منعرفك أنت ما بتتخلى عن مسئوليتك فأرجع بقول قد تختارك المسئولية ولا تخطيرها بس ما عندك تبوه مثلا ما بتترشح على ويح السناء أعتقد الخارطة وأتمنى أعتقد كمان تمني وأعتقد أنه ممكن يكون صار في خريطة جيوسياسية مختلفة وأتمنى ذلك من كل قلل ما عندك مانع يعني تترشح مع السناء بنا نخلص من هالتصنيف هيدا هيدا بعتقد ما عندك مانع تترشح مع من كانو خصومك أنا كنت أنا عندي لائحة نحو التغيير كنا بلائحة نحو التغيير هني كانوا لائحة هني كانوا التحرير إذا بنعمل لائحة معا نحو التحرير تغيير والتحرير نحنا معا نحو التغيير هني التحرير بنصير معا نحو التحرير فليكن يعني بريها بقوله أنه أول شيء بعد بكير بس ما لبكيها تابو أنه لا ما بنزل أنا أصلا تابو أنا قلت لك أول ما فتنا بالانتخابات وما بعد الانتخابات وصرت اجتمع وطلعت على معراب لما بيعرف وطلعت لعن جبران باسير وطلعت لعن حفظ الألقاب كلهم يعني والسمين بيك ورحت لعن الأستاذ نبيه بري ورحت لعن حزب الله كنت كنت وروح مطرع أخوان من مكان تاني قلت لني عمي أنا جاي أنا هيك بشوف وبشوف قلت لك قد تكون مخطئ إيه أنا جيت أتواصل مع كل الناس ابني وطن روح ناقشهم وحورهم مش جاي أعمل معهم خصومي ولا ممكن يبقوا أخصامي بالوطن يعني انتبهي بالسياسي أخصامك مشين طاعة الأفضل أنا هيك بشوف بس يكونوا أعدائك تقل لك شغلة هيدا كمان هديك مرة دعينا لاجتماع بمجلس النواب ما نضع علي لأنه فتنا رغري بنفس يوم الحرب وكنت عارف أنا ما قد أتحمله في هذا الاجتماع أنه نحنا كنا نواب عشرة مسيحيين وفكرونا أنه نحنا عم نعمل كتلة ضد وانا كنت عارف ما صاف أتحمله وأول اجتماع كمان بالمقر قلت لهم أنا أول شيء ولا ممكن يكون بكتلة طائفية أنا ليس جرادي لأنه أنا عمني هيك ولا ينتخبوني هيك هي واحد ولا ممكن إبقى بأي تجمع من شين عملية انقضاض على الطيار الوطني أنه هلأ هاوذي النواب استقالوا أنا جاي لأكون ضدهم وقلت لهم هي بالحرف المباشر ولا يمكن إبقى حصان ترواضة لحدا ضمن ما يسمى البيئة المسيحية إذا حدا عم يفكر عم يعمل التجمع تكون حصان ترواضج ولا حدا ولا ممكن إبقى أنا جاي لأنه في مجموعة نواب وسط همون انتخاب رئاس جمهورية بما سوف يحملوني هذا الموقف ووجودي هون سوف أحمله لأنه فرصة مع نواب عم بيشوفوا بدنا تحريك الملف الرئاسي وشايفوا أنا تحريك صاح من نواب براتها الاستفاف ما بتفرق معين ما بقى معك حدا غير حليمة طبيعة من نواب التغيير أو ما وصفوا بنواب التغيير نحنا صرنا يعني صرنا مجموعة نواب ستي نحنا نواب صيدعة في تجانس كتير لا هلأ بعد في تجانس بعد في تجانس بس ما وقفك عم تلزمون بإشياء عفوا ما وقفك عم تلزمون هني منهم مع جبهة غزة منهم ملزم فيك تكوني انتبهي أنا أنا أتمنى أن لا كانت صارت هذه الحرب انتبهي هوني في مفادرة اي اي مش أنه مع الحرب يعني أنا أتمنى أن لا بتاقي التحرص وإنما عندما حدثت وصلنا ما صرنا قلبي ورانا هلأ وقوفا كالأشجار ما عد في عنديك خيار تاني فنرجع لهالانتخابات شو الخارطة بالشخصي أتنخي أنا أتراشح أو لا المسئولية تختارني أو لا شو الخارطة في انتخابات أو لا هيدا ما قلنيها هل الهموم هي رح تبقى الخارطة الجيو سي سي شو هي وشو همومنا أعتقد يعني مبكر جدا جدا بس أكيدي لن يكون لي ما لم يكن لي ولم يكن لي أي أعداء في هذا الوطن هذا حتما ولن يكون أي موقف مسبق من أي أحد بدنا أحسن شي من كل فريق بدأ بالختام يعني تركت لأخر شي لأختم معك عن لما كنت عم بتطبيب جرحى البيتر حضرتك طوعت لهذه المهمة كل المستشفيات رحت عليها ما بتخدم فيها صح؟ أغلبيتهم اي كنت أول مرة بروح عليهم اي يعني مش أمنك طبيب بهذه المستشفيات لا لا أنا طبيب عندنا نحنا مركز متخصص بالعيون على المتحب وأنا على المتحب وهذا شغلي فيه رحت عسان جورج وراحت على مستشفى رغب حرب أكيد وسوف أكون بأي مكان يحتاجون ليه تطوعت؟ هاودي أمري بقول وكيف لا يعني أول شي بالإنسانية أنا قبل ما أكون طبيب وأبنى أكون سياسة عن الإنسانية بالإنسانية لا يمكن وان ما كان هذا الحدث وان ما كان هذا الحدث سوف أكون فيه واحد كطبيب أنا ملزم وعندي حلف كطبيب حلفت يعني قسم الطب بالسياسة وبالوطنية هاو أبناء وطني هاو حلمي هاو أجنحاتي وكيف ألعب؟ يعني السؤال مش لاش كنت إذا ما كنت بك تسأليني بك تجلدين لاش ما كنت غيري ممكن لاش من ما كنت بس جسم الطبي كان كله بما استطاع له سبيلة بقى كل واحد قد ما قدر كان عندي ملامة عشغلي وحدة بس هي ملامة عن نفسي إنو ما قدر بعد قسم حالي يكون بعشرين مطرح وما بقدر لما دكتور لما بكيت أولا حضرتك بتشوف كتير يعني حضرتك جراح جراح عيون يعني بتشوف حالات بكيت لأنو حسيت متل ما حس كل لبناني بالخوف وفي منو نحسوا بالأحباط في منو نحسوا بأنو هزمنا بهذا المعنى كيت مشين هيك برجع بقولها ما كانوا بس مرضة ما كانوا بس يورحة كنت شفت وطن فيهم جراح كنت شوف وطن عبينزف وطن اللي تركت الدنيا كله وجدت أنا أعطي أفضل شي عندي فيه جدت ابني معهم وطن ابني لولادي أحلاموا بهالوطن تشوفي وطنك عبتشلع هيك عن جد يعني مبارك ببدي أرجع لها حذر تكشفت فيهم وطن في ناس شايفه فيهم أهداف هايدي بس تضيق على هاي الشغلي شايفهم فيهم أهداف وهذا ما حضرت منه بس بده نقاش كتير الإنسانية ما يسمى المنظومة القادمة هي لا تعير للإنسانية أي شيء الإنسان صار فيها ديجيتال هو رقم وهمي رقمي يعني مخلوق رقمي يمحى يعني هاي الاستهداف اللي صار بالمفهوم العسكري باللي دخله بهالمفهوم هيدا لهو مش بس إجرامي وحشي لإنساني هون الصمت هون الإنسانية القادمة اللي خفت منها أنا وبكتني إنه نحن لوين راحين اللي كنت أنا خايف منه هذا الميتريكس هايبر كونترول ميتريكس يبدو وصلني له استخدام آلة قتل عمياء موجهة بشكل أعمى لأشخاص يمكن يبقوا ببيوتهم بن أطفالهم بالمستشفيات بدور عبادة بالسينما وقلتها يمكن كانوا بطيارة عم بتطير يمكن كانوا على محطة بيترول وانفجرت مين اللي كان بديموت ومين اللي مات ما شفنا الأطفال اللي مشلعة شفنا النساء اللي مشلعة هذا الاستهداف الأعمى اللي كان بها الشغل مين الأعمى مين اللي إنسانية اللي عملت مية محرمة بكل بكل المفاهيم محرمة العالم صمت العالم شافت فيها انت صار عبيت بها فيها ياخدي طلعي أنا من نسي هاي سموه انه هاي دي بتأزي حاملوها كانت هيدا اللي حاملوها كان بطيارة اللي حاملوها كان بمستشفى اللي حاملوها كان عم بيصلي اللي حاملوها كان قاعد بن أطفاله كان يم جايبوا أولاده من المدرسة ما كان أسيسا كيف هيدا كيف هيدا هيدا السلقة عب تختاري ناس بأني هودا ناس ما كانوا عجبها في ناس كتير مدنيين فيهم ما شفناهم شفنا المدنيين اللي فيهم والأطفال هيدا الاستهداف الأعمى يعني وحش متوحش لا يرقل الوحش للحيواني ما حتى حيواني ما فيه يعني أدنى من الحيواني والمحزن وما أدماني هو اللي شفته المنظومة القادمة اللي سوف تبيح كل هيدا يعني تصوري هذا الانفجر هو آلة قتل موجودة بإيد كل إنسان فينا هلأ موجودة بإيد كل إنسان فينا هلأ وموجودة بكل البيت وممكن ينفجر بحي الله لحظة وده فين حقه نحن كمان مش بسبعتين لأننا هلأ فين حقه يعني التطور العلمي اللي صار بعد عن التطور الطبي كان في منظومة أخلاق ما زالت ترعاه حتى الآن وهذا تعمل ردع مطلق لحتى ما نفوت بعوالم طبية وخلق وحوش قادرين عليها هلأ بالاستنساخ وغير الاستنساخ هذه منظومة الإنسانية والحضارة اللي عمناها والتكنولوجيا لخدمة البشر أن تتحول قالونا هذه تهديد للبشرية يا جماعة مش تهديد لأنها هذه تهديد للبشرية اللي عملها ما كان يستهدف المقاومة أنا أقول لك اللي عملها هو متلقاء أمريكا قمبلة هوروشيما اللي ألقت قمبلة هوروشيما ما كان مستهدف فيها الأمبراطورية اليابانية كانت الأمبراطورية اليابانية على دربة توقيع للسيستام القطلة تعمل رسالة للبشرية أنه أنا الأقوى لحتى ما بعد المفاوضات لتحكم من بعد لتعمل إلى الردع للأنظم الإخلاء اللي عملوها تقولوا لكل العالم عم بيعمل سياسة الابدكشن إخضاع العالم كله والإنسانية أنه نحن حطين أمري بكل البيت فيكم أنت هلأ هذا يمكن ينفجر فينا هلأد وصت إنسانيتنا بتفلط من الرادع الأخلاقي والإنسانية يا جماعة ما حدا أعرف هالمنظومة لون مختتنا هاللي أبكاني حذاري بس قلت اللي أنا أبكيت لأنه شفت فيهم وطن أكيد شفت إنه هالوطن عم بيخسر بس شفتهم هيك شفت إنه الوطن بمعنى في منهم سقط وشهداء هالأمور بخوتي مع السيدة الرائعة وقد تخسرينا معركة وقد تخسرينا حرب نبي محمد خسر بمعركة أحد وأتكمل رسالة وأضحى رسالة ما عندك كده نفس الإنهزامي كالأشجار شكرا لألك دكتور رسالة جرادي النائبة بالنسبة لي دايماً طبيب النائب لأنه فعلاً الفلاح والإنسان والفلاح وقالله يعطيك ألف عافية أنا أدل بإلك إيه وتدلك بهمتك كثير بحاجة نحن في السياسة وفي الإنسانية وفي البلد كثير بحاجة لي من دايماً هيك يذكرنا بأنه أولاً وأخيراً نحنا بشر وناس بيه هيدا أهم شيء ما نكون لا نعتبر حالنا لا مجرد أرقام ولا مجرد هيك عبري سبيل نحنا عنا مهمة بهيدا البلد شكراً لألك دكتور جادي وإن شاء الله دايماً مرحب فيك بجلساتنا المقبلة بكل وما كنت رح نرجع نلتقى بجلسة مقبلة شكراً لألك أنا بدي أقول شكراً للحوار الراقي ولها يعني مضيفي حضرتك السيدة الراقية حوار أتمنى من كل كمير بالإعلام الهدوء شكراً لألك متابعينا شكراً لحسن المطابعة إلى اللقاء في جلسة جديدة اشتركوا في القناة